في صنعاء قالت جماعة الحوثيين أدوية مهربة ملوثة ببكتيريا قاتلة كانت وراء حادثة وفاة عشرة أطفال مصابين بسرطان الدم زعم رئيس الهيئة العليا للأدوية التابعة للحوثيين محمد الغيلي خلال مؤتمر صحفي أن مضاعفات الأطفال المرضى جاءت نتيجة دواء تم تهريبه من خارج البلاد ووصل إلى إحدى الصيدليات في صنعاء أدوى كان وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني أكد أن سبب وفاة الأطفال توزيع الحوثيين جرعات دواء كيميائي منتهية الصلاحية تم تكديسها لفترات طويلة في المخازن